نموذج للسياحة المستدامة محمية شجر الأرغان بأكادير تستضيف منزلاً إيكولوجياً للضيافة المكان حاز جائزة فن العيش نظير نجاحه في ضمان إقامة فريدة لنزلائه بشروط طبيعية وبيئية 100% كيف ذلك في روبرتاج حسين وزيق وعزدين إدريسي من علها ضبط بقلب محمية شجر الأرغان بنواحي أكادير تنتصب بناية أطلس قصبة نموذج السياحة المستدامة والإيكولوجية إذ تقدم هذه القصبة للسياح الوافدين عليها وغالباً ما يكون هؤلاء من الأجنب تقدم إليهم نمط العيش الأمازيغي في فضاء سياحي يطبق وبالحرف تعاليم المعرفة البيئية الاحترام الإيكولوجي من المبادئ المستقبلية والتي ستعود بالنفع علينا جميعاً هذه الدار الإيكولوجية تعتمد نظام الطاقة الشمسية أمام مياه المسبح مثلاً فيعاد استعمالها في السقه بعد التصفية إنه مكان يجمع بين ما هو إيكولوجي وعائلي هذا ما دفعني اتياره لطبعه التقليدي والحميمي قصبة أطلس تم إنشاؤها سنة 2009 لتلقيها دعماً مالياً للمستثميرين الشباب وكانت بساطة الهندسة المغربية حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع السياحي والبيئي على حد سوى أحب الطبيعة والمحيط البيئي وهو ما تعكسه هذه القصبة نحية الإيكولوجية المشروع التي تدار بطريقة مغربية محلية محدة في ناحية المعمارية وأيضاً من ناحية استهلاك الماء استهلاك قليل الماء وأيضاً من ناحية الغسيكلاج يعني قامتناً الماء الذي يخج منه هنا نحاول أن تختمه ومن بعد تستعمل في الجردان وكان أيضاً مع جميع المواد التي نستعملها في النظافة في الأكل جميع مواد مواد إيكولوجية والتي تحتفت على البيئة حتى الخبز المشهور تفرنوت يأخذ عنه السائح هنا فكرة ولو بسيطة أفكار بسيطة تكون في الغالب مطار إعجابنا جميعاً ما جعل هذه القصبة تنال امتيازاً دولياً بألمانيا السنة الماضية وجائزة فن العيش ببلادنا بداية شر أبريل الجري إنها قوة الأشياء البسيطة